خبر يهم كل المصريين وأخيراً ظهر لنا في وسط العطم نور والأسعار بدأت تقل والدنيا هترجع زي الأول وأحسن بإذن الله وفي حوالي 35% خفض في أسعار العيش السياحي والفينو لو عايزين تعرفوا إيه الحكاية بالتفصيل والمسؤولين قالوا إيه تابعوا معنا الفيديو للآخر أعلن طارق حسنين رئيس غرفة صناعة الحبوب تفاصيل اجتماع وزير التموين الدكتور علي مسلحي مع أصحاب المخابس بخصوص أسعار العيش السياحي والفينو خلال الفترة الجاية وقال طارق حسنين خلال تصريحات تلفزيونية إن الوزير طلب من أصحاب المخابس إنهم لازم ينزلوا أسعار العيش السياحي وده بسبب إن الدولار بقى موجود في السوق بصورة طبيعية جداً وسعره ثبت رسمياً وسعر الدقيق نفسه بقى رخيص طبعاً دي خطوة إيجابية ومهمة جداً من معالي الوزير ونتمنى الموضوع يحصل في كل السلع مش في العيش الفينو والعيش السياحي بس لإن دي حاجة بتصب في مصلحة المواطن طارق حسنين كمان قال إن وزن العيش السياحي هيفضل ثابت زي ما هو مع إن سعره هيقل والنسبة اللي هتقل حوالي 35% ودي نسبة كويسة جداً يعني حوالي التلت والشهور اللي جاية هنشوف نزول جامد جداً في أسعار العيش خصوصاً بعد جني محصول الأمح الفترة اللي جاية وتكلم الوزير بنفسه وقال إن الكل بيشتغل في مصلحة المواطن وكل اللي بيهمهم إن الأسعار تستقر وترجع زي ما كانت وموجة زيادة الأسعار دي تنتهي تماماً ده غير إن سعر الدقيق نزل من 28 جنيه لـ 18 جنيه للكيلو وده بعد توفير الدولار في السوق وكمية الإفراجات الجمركية اللي حصلت الفترة الأخيرة والبضايع اللي نزلت السوق وكانت موجودة في الجمرك محدش بيسأل عنها الجميل في الموضوع يا جماعة إنه مش العيش بس لسعره أقل في السوق ده كمان اللحمة سعرها نزل وقال مصطفى وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية في القاهرة إن سعر اللحمة المستوردة هيبقى بين 200 جنيه و 230 جنيه حسب قطعية اللحمة وقال كمان إن المتوقع إن ينزل سعرها الـ 175 جنيه حسب سعر الدولار وأكد عدد كبير من المسؤولين إن أسعار اللحمة هتنزل جامد بالتزامن مع توحيد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ده غير إن مصر هتوقع اتفاقية مع البرازيل علشان يستورده كمية لحوم كبيرة أما بقى اللحمة البلدي فدي سعرها هيكون بين 320 لـ 340 جنيه للكيلو وده بعد ما كانت وصلت لـ 400 جنيه المشكلة في اللحمة إن مصر بتستورد حوالي 40% من احتياجاتها من اللحوم من برة وده اللي كان عامل لنا أزمة بسبب سعر الدولار والمشكلة الاقتصادية اللي كنا بنعاني منها الفترة اللي فاتت بس بإذن الله دي بشرة خير والحاجات بدأت ترخص هي والدولة بتشتغل على الملف ده كويس جدا وبإذن الله نشوف هبوط في الأسعار في أكتر من منتج الفترة اللي جاية نتمنى كمان إن أسعار البقليات والفراخ والبيض والقلبان والجبن تنزل لأن الحاجات دي أساسية في البيت المصري والناس كلها بتعتمد عليها يوميا فأكلها فبإذن الله كل الأسعار ترجع للمعقول وما نشوفش زيادات بالجملة تاني زي اللي كانت بتحصل قبل كده وبس كده لو حابين تعرفوا أي تفاصيل أكتر تابعونا علشان يوصلوكم كل جديد